مرحبا أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من الطريق إلى كندا سؤالي كتير تكرر في القناة ما كنت ناوي أسوي هيك فيديو بس السؤالي كتير مهم فعشان هيك خليكم معنا سؤال كم أحتاج من النقود للهجرة إلى كندا خليكم معنا طبعا هذه الحلقة برعاية مكتب عمر لخدمات الهجرة مكتب عمر بيقدم لكم خدمات هجرة من فيز تصريح دراسة تصريح عمل هجرة لوجوء استشارات قانونية بموضوع الهجرة حتى بعد ما تدخلوا كندا تواصلوا معهم رح تطلقوا التلفونات تبعتهم وإن شاء الله تستفيدوا الآن السؤال اللي سؤل كثير 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 كم أحتاج من النقود للهجرة إلى كندا موضوع النقود مش سهل ومهم جدا حسابه في الهجرة إلى كندا أول مبلغ رح تحتاجه اللي هو عشان التحضير للهجرة فهي المبلغ المطلوب ما قبل الهجرة فيه شغلتين مهمات ما قبل الهجرة اللي هو اختبارات الآيلتس ومعادلة الشهادة عن طريق الوس فمختبرات الآيلتس ممكن أن تجيبها من أول مرة ما تحتاج دورات لأن لغتك الإنجليزية ممتازة فراح يكون المبلغ أقل كثيرا من الناس اللي بيحتاج دورات للآيلتس أو للغة الفرنسية بيحتاج أنه يختبر الآيلتس عدة مرات ممكن أربع مرات ممكن خمس مرات عشان يوصل للعلامة المحتاجها الويس طبعا تقريبا نفس المبلغ لكل الشهادات لكن قد تحتاج إلى أمور تصديقات وأمور ورقية فهي المبلغ تقريبا واحد الآن الرسوم الثانية اللي هي رسوم الطلب هاي الرسوم بتروح للحكومة اللي هي تقريبا خمسمية وخمسين دولار بتعتمد من نوع الهجرة لأخرى بس هذه المبالغ ثابتة بتروح على الحكومة وهاي المبالغ مش بسيطة كثير ولا غالية كثير يعني أنت بتحكي على ممكن ألفين ألفين وخمسمية لكل العائلة دولار كندي يعني حوالي ألفين دولار أمريكي الآن رسوم الطلب بتتبعها أمور إذا أنت بدك تقدم الطلب لوحدك فإنت بس بكون عليك رسوم الطلب وانتهى أما إذا أنت بحتاج إلى مكتب أو مستشار هجرة فبتدور على مستشارين هجرة كل مستشار هجرة إلو سعره وحسب الربوتيشن تبعته وحسب الناس اللي بتعرف عنه أنا بعرف فيه مستشارين هجرة بأخده حوالي عشر ألاف على الكيس وفيه مستشارين بأخده ثلاث ألاف على الكيس فإنت بيعتمد على المستشار نفسه إنت هذا اتفاق بينك وبينه طريقة دفع المبالغ برضو بينك وبينه أول ما أعتقد أنه معظمهم على ثلاث دفعات أو على دفعتين ماكسموم أول مرة لما بتقدم الطلب وبأخد منك الطلب بتدفع أول دفعة بالنص بتدفع دفعة ثانية وفي الأخير بتدفع دفعة أخيرة لما تحصل على الفيزا الشغلة الثالثة اللي مطلوبة منك اللي هي إثبات إنه معك فلوس طبعا هذا كله بنحكي عن أو إثبات إنه معك فلوس في كندا بيحتاجوا يثبتوا إنه معك مبلغ مالي في البنك عشان تقدر تصرف على حالك أقل إشيء أول ست أشهر من دخولك كندا هذا المبلغ بيعتمد على عدد أفراد الأسرة بيبدأي إن شاء الله في موقع الهجرة الكندي المعتمد بيكتب لك إذا عدد أفراد الأسرة خمسة بتحتاجها لأدية عدد الأفراد الأسرة ستة بما فيه الأب والأم يعني طبعا المبلغ الثالث أو المبلغ المهم اللي هو ما بعد حصولك على الفيزا الآن لما يوافقوا على الموضوع في عندك الفحص الطبي الفحص الطبي وقد يطلبوا منك برضو عدم محكمية عدم محكمية مش غالية كتير في الدول بس الفحص الطبي له سعر معتمد وأعتقد أنه 150 دولار على الشخص فهذا مبلغ برضو لازم تحسبه إذا عندك أفراد أفراد أسرة كبير الآن ما بعد الفحص الطبي بتحصل على الفيزا فلازم تدفع رسوم الفيزا أو رسوم الإقامة الدائمة بسموها اللي هو هذا بكون انت خلص انتهيت ووافقوا على الطلب وبدي يعطوك لما توصل اللي هو الاندينج فيزا بسموها بس توصل بعطوك الإقامة الدائمة بعتوا لك إياها على البريد المبلغ المطلوب اللي هي تذاكر الطيران إحنا في كندا بعاد كتير عن الدول العربية فأقل تذكر الطيران يعني ممكن تلاقيها بـ 800 دولار للشخص فإذا واحد عنده تسع عشر أشخاص 8 أشخاص في العيلة يعني 6 أولاد 7 أولاد احسب المبلغ للطيران فهذا مبلغ برضو مهم أنه يكون عندك وطبعا المبلغ الخامس أو الأخير اللي هو مبلغ ما بعد الوصول إلى كندا ما بعد الوصول إلى كندا بتحتاج أول 5-6 أشهر مبلغ كبير لأنك صعب تلاقي شغل في البداية فبدك مبلغ أنك تستأجر بيت بدك البيوت هون أجارها أقل 1,500 إلى 2,000 دولار للبيوت الصغيرة يعني إذا 2,000 دولار يعني بيوت أكبر 3-4 غرف نوم البيت بتحتاج إلى عفش العفش بدك تشتري شغلات حتى لو بسيطة بدها مصاري قد تحتاج إلى شراء سيارة طبعا بعتمد تشتري سيارة مستخدمة حكينا في فيديو سابق إذا بدكم تشوفوا أسرار تسوق في كندا شراء السيارات روحوا تابعوا إذا تشتري سيارة ممكن تشتري سيارة جديدة بتكلفك حوالي 30-40,000 أو تشتري سيارة مستخدمة بتكلفك من 2000-10,000 وردو حسب السيارة ممكن تكلفك 15-16 هذا بعتمد على إنت إيش البودجت تبعك فكل هاي الامور هي مبالغ مالية مهمة جدا أنك تحسب بها فالهجرة لكندا يعني مش فري للأسف ولما تيجي هون مش رح تجمع مصاري من يمين وشمال تأكد في مصاريف كتير رح تصرفها في البداية خاصة إلا أن تجد عمل إن شاء الله وتتوفق وتبدأ يعني تحوش شوية فلوس من العمل فالموضوع إن شاء الله يكون واضح المبالغ اللي حكيت ما قبل الهجرة الهجرة أتعاب المحامي آخر مرحلة في الهجرة مبلغ البنك بعدين الطيران دخولك إلى كندا ومعيشتك إلى كندا بما في ذلك أجار البيت وتعفيش والسيارة إذا بدك تشري السيارة هذه الأمور اللي كانت إن شاء الله حب أشرحها لكم في هذا الفيديو إن شاء الله يكونوا استفدتوا منه ونراكم في حلقة القناة ونشار ما ستشار ستشار ما